شايفة الحزن اللي عندك ده في الفترة دي بشايفة بيخرج في سورة عصبية سوت برج الميزان انا هقولك على حاجة انت انا شايفك مجروح من الشخص ده كتير جدا هو في حاجة حتى الشخص التاني انا شايفة احساسه بالزعل اقوى منك لان هو عنده مع الزعل ده انا شايفة في عنده ندم انا شايفان ادمان جدا فشايفة ان هو بيعيش احساس اصعب من احساسك وشايفة في نفس الوقت عايش معاناة من حاجات كتير شايفة عند بعضكو يا برج الميزان في بينك وبين الشخص ده او بينك وبين الطرف التاني ده فيه اشخاص مشتركة يعني ممكن يكون عند البعض منكو انتو جيران او او فيه تعارف ممكن نقول عليه عائلي يعني ممكن عائلتك وعائلة الطرف ده بيعرفوا بعض لاني شايفك بتشوفه احيانا بس مش بتتكلمه فيه مراقبة من الطرفين ايوه فيه مراقبة من الطرفين شايفك برج الميزان بتعرف عنه شوية حاجات بس شايفك بردو متضايق يعني انا شايفك يا برج الميزان عايز تدخل في تفاصيله اكتر او عايز تعرف حاجات معينة في دماغك غير اللي بتسمعها شايفة كمان غيرة غيرة من ناحيتك على الشخص ده يعني شايفة أنا شايفةك أنك حاسس أن الشخص ده من حقك من حقك أن أنت تعرف عنه كل حاجة شايفة عند البعض كمان الطرف الثاني بيكتم مشاعره اللي هي برضو قوية يعني أنا شايفة حبه قوي جدا جدا للطرفين بس مش بيفكر كتير في شكل العلاقة شايفة بيحلم يكون معيك شايفة الطرف الثاني بيدعي ربنا بعضوك يا برج الميزان شايفة مل من الانتظار يعني في البعض منكو قرر يبعد أو يختفي تماما من قدام الشخص ده لأن شايفة البعض ممكن يكون بيسافر ويرجع شايفات مش واسق في مشاعر الطرف الثاني أصلا يعني أنت زي ما قلت هي العلاقة عند البعض منكم ممكن تكون سرية عليكم تولي اتنين يعني هو اللي بينكم أحاسيس ممكن تكون حاسس من ناحيته إن هو بيحبك بس أنت مش متأكد العلاقة اللي احنا بنتكلم عنها دي في الغالب هي مع أبراب نارية شايفة بعدك يا برج الميزان إن كان عندك ممكن البعض منكم يعني كان عنده تجربة قبل كده أو تخدعت فيها إن جرحت فيها ممكن يكون من الشخص ده نفسه في السابق وممكن يكون من حد تاني شايفة أن انت خايف إن دي يتكرر في العلاقة دي أو تكون خايف يتكرر لو أنت صرحته بس شايفة أن العلاقة دي هيكون فيها تواصل بس هياخد وقت هياخد وقت شوية بالذات لو فيه طرف تالت سواء عندك أو عنده أو أنتو اللي اتنين في الغالب العلاقات اللي فيها طرف تالت أنت أنت عارف ده يعني عشان اللي بيسمع مش كل العلاقات أو مش كل برج الميزان فيه طرف تالت لأ أنا بتكلم هنا أنا بتكلم عن علاقة أصحابها هم عارفين ده عارفين إن فيه طرف تالت انت عارف ده والشخص التاني عارف عنك ده خلاص كده اتفقنا إن طرف تاني دي أو طرف تالت دي هي مش منطبقة على القل بعضكم أنا شايفة إن الطرف التالت عنده هو الأهل فيه تدخل شفت شايفة من ممكن تكون ستة دي ممكن تكون الأم وممكن تكون من طرفك أنت يا برج الميزان أو الطرف التاني برده يعني شايفة التدخل من الأهل ده هو رفض العلاقة دي تماما يعني رفضها خالص أو ممكن نقول إن موضوع الأهل ده تسبب في هدم العلاقة دي شايفة البعض من مواليد برج الميزان بعضوك تعرض لخيانة ممكن تكون من أبراج هواقية أو مائية وممكن يكون العكس برضو يعني أنت اللي خنت الطرف التاني برج الميزان اللي بيسمع الكراءة كل واحد عارف حالته العلاقة دي ممكن نقول إن الانفصال فيها حصل شايفة حصل من شهور يعني ما بين ستة لثمان شهور عند البعض شايفاها وصلت لمحكمة أو أنت اللي بتطلب أو أنت بتطلب العدالة في العلاقة دي شايفة فيه طرف اتعرض لظلم كبير لأن شايفة مشاكل كتير جدا حصلت وفضلت تتصاعد وتكبر من ولا حاجة يعني مشاكل بدأت تقريبا حصل تدخل ناس شايفة مشاكل ابتدت تكبر من كل ناحية لكن البداية بتاعتها كانت ولا حاجة أو كانت حاجة بسيطة لكن فيها بس شايفة تتصاعد تتصاعد بشكل غريب يا برج الميزان بعضها كان فيها شكوك فيها غيرة بعضها كان ممكن يتحل جدا في بدايتها خالص في البعض عندكم كان السبب مدي اللي في الحالة دي برج الميزان انت بتعيش حالة حزن شايفك بتعيش حالة حزن كبيرة جدا وشايفك منطوية على نفسك وعلى الذكريات بعضكم برج الميزان الطرف التاني برضو شايفة بيعيش ندم أو لسه هيمر بحالة ندم شايفة عند البعض خلاص انت ديت دهرك للعلاقة أو الطرف التاني هو اللي ادى دهره للعلاقة مش عايز مصالحة خالص شايفك قفلت على قلبك بس انا شايفة في نسبة رجوع يعني برغم كده انا شايفة في نسبة رجوع كبيرة يعني برغم السيناريوهات يعني انا قلت الكراءة اللي قدامي بكزا بكزا شكل عشان تنطبق على الغالبية ان شاء الله ده بالنسبة للمطلقين او المنفصلين وده غير السيناريو اللي قلناه في الاول عن العلاقة اللي ما فيهاش اي اعتراف دي اللي احنا اتكلمنا عنها في الاول اه شايفة فيه تواصل اه في العلاقة دي يا جماعة هيكونوا عن طريق شخص مشترك بينكم انتو اللي اتنين فاهميني فاهمين انا بتكلم عن ايه العلاقة اللي فيها طرف تالت اه اللي ما فيهاش اعتراف بحب بس انتو اللي اتنين بتحبوا بعض شايفة هيكون فيها تواصل عن طريق شخص مشترك اه بينكم انتو اللي اتنين يعني ايه شخص مشترك يعني شخص انت تعرفه والطرف التاني برضو يعرفه اه هو الطرف ده مش هيوصل كلام يعني مش هيوصل كلام منك لي او منه ليك لأ بس هيكون سبب سبب بشكل او باخر يعني بس مش مش هتستخدموه الشخص ده مش هيكون مستخدم من اي حد فيكم هو الموضوع هيحصل ممكن بالصدفة اه هيكون سبب انكم تتكلموا او على الاقل هي اه الطرف التانية برج الميزان هيبين حبه ليك اه ده ممكن يحصل في الفترة زي ما قلنا ما بين منتصف شهر يونيو اه لمنتصف شهر يوليو ان شاء الله اه علاقة برج الميزان بالابراج الترابية اه شايفة ان في علاقات كتير بالرغم انك قفلتها او هو وشايفة السبب عند بعضكم ان ما ان ما فيش جدية في العلاقة اه شايفة اكتر حاجة مسيطرة على طاقة برج الميزان الفترة دي انه مش قادر ياخد قرار يعني انت برج الميزان القراءة عندك فيها كمية تردد كتيرة انت تعبان جدا اه طاق طاق فضيت في حاجات كتير انت مش قادر تميزها اه في عندك افكار متناقضة اه بالتالي بناء على ده كله فانت مفيش استقرار نفسي اه حتى عند البعض نفس عدم الاستقرار ده موجود في العلاقة يعني فيه ناس عدم الاستقرار ده موجود في العلاقة نفسها في علاقات انا شايفها مش مستقرة اه رايحة جاية حتى مع المرتبطين يعني اللي في علاقة زواج شايفة العلاقة رايحة جاية ما فيهاش اه ما فيهاش اي استقرار اه مش مع المنفصلين بس اه شايفة برج الميزان مسيطرة عليه في الفترة دي تقتل هوائية قوي يعني انت سعيد برج الميزان بيسيطر عليك اسم البرج بتاعك اللي هو الميزان بتبقى بس ممكن من كتر ما انت بتتحمل اه ودي حاجة حلوة وحاجة وحشة في نفس الوقت انت بتتحمل حاجات كتير بتعاني كتير بتيجي على نفسك في حاجات كتير بتحس انك ممكن تساعد اشخاص كتير او تتحمل ردود افعالهم وبالتالي بيجي عليك فترة بتكون صعبة عليك وعالكل مش عليك انت لوحدك عليك وعلى كل اللي حواليك اه لان طاقتك بقى الهوائية بتظهر انه من كتر الضغوطات اللي انت تعرضت لها بيبتدي التفكير يبقى فيه تهور بس انت في حاجة هتكتشفها الفترة دي والحاجة دي هتوضح او هتكون اجابة على اسئلة كتير بتدور في دماغك يعني انت من ضمن الافكار اللي في دماغك فيه اسئلة في حاجة انت هتكتشفها في الفترة دي هتكون رد على الاسئلة اللي في دماغك دي اه شايفة فيه رجوع وارتباط مع ابراج نارية وبقوة لاني شايفة علاقة حب قوية غير ان هي علاقة حب قوية انا شايفها منزهة يعني ايه يعني علاقة كده فيها اه حب حب الشخص لنفسه يعني شايفها منزهة من اي شهوات بمعنى اصح لو قدر توصل ولو فاهمين انا اقصد ايه انتو الاثنين بتحبوا بعض حب اللي هو بنسميه الحب الحقيقي اه لكن العلاقات السلسية اللي فيها طرف اللي فيها طرف برج ونيري انا شايفة اه يا برج الميزان اه ان القدر او ربنا هو بس اللي يقدر يجمع بينكم لان لو حصل تدخل منكم اه وده ممكن يكون اجابة على التردد لان انا شايفك يا برج الميزان متردد كتير او الطرف التاني هو اللي متردد كتير في حاجة بتعقوا في حاجة انتو خايفين منها في حاجة ما ينفعش تقدموا عليها وده فعلا هنا هو الظهر عندي اه لو حصل اي حاجة منكم انتو غير التلميح او غير انك تعرف زي الحاجة اللي انا شفتها في البداية في الشخص اللي بينكم اللي هيخلي العلاقة تقرب شوية بس مش لازم ان هي تقرب جدا او مش لازم ان انتو اللي تتصرفوا في ان العلاقة دي تنتهي بزواج او كده لان انا شايفة هنا فيها تكون خسارة كبيرة لحاجات تانية اسفة ان انا اقول كده بس هي دي القراءة اللي قديني لو انتو اتصرفتوا من نفسكم فيها تكون خسارة كبيرة لحاجات تانية انا هنا بتكلم عن سيناريو معين عن علاقة معينة ما بتكلمش البرج الميزان كله زي ما قلت لازم الطرفين يتأكدوا باي شكل يعني ولو بتنميح لان انا شايفة ان برج النظام محتاج جدا انه يتأكد رغم ان هو بيحس ده بس محتاج جدا ان يتأكد ان الطرف التاني هو كمان بيبدله نفس الاحساس رغم ان هو حاسس شايفة ان ده هيحصل قريب زي ما قلت بمساعدة شخص تالت مشترك بينكم شايفة انكم بتحسوا ببعض احساس قوي جدا برغم ان ما فيش مصارحة فعلية وزي ما قلت ان المينع اقوى منكم انتو الاثنين العلاقة دي محتاجة صبر شايفة هتتحل الوحدة يعني اللي هيسأل هي هتتحل او مش هتتحل هي هتتحل بس من عند ربنا مش انتو لو انتو اللي عملتوها هيبقى فيها خسارة لحاجات تانية كتير وادام خسارة يبقى حاجات هتوجعكم يعني ادام ظهرت في صورة خسارة يبقى هي حاجات هتوجعكم فبالتالي العلاقة اللي انتو عشوها بعد كده او الحب اللي بينكم بعد كده او لو حصل ارتباط ناتج عنه خسارة في حاجات تانية مش هيكون مش هيكون فيها راحة يعني مش هتكونوا مش هتكونوا مبسوطين بالعلاقة وبالتالي هيأثر عليها فاكيد دا اللي مش دا اللي مش عايزينوا ليها يعني بعضوكم بقى يا بورج المزين اللي بيتعامل في الحب بدماغه شايفة في بعضوكم بيتعامل بدماغه زيادة عن اللزوم انت في حاجات كتير شايفك فاهمها غلط وهتضيع العلاقة بتفكيرك الغلط يعني في حاجات كتير انت بتتعامل بدماغك ازاي يعني كتير لاغي قلبك كده وبتتعامل بالذكاء يعني لا انا مش هرجع عشان اللي احسن يكون هو بيفكر فيه كذا فانا هعمل كذا لا في حاجات كتير عندك غلط مش مستح انك تتعامل بدماغك طول الوقت في العلاقات العاطفية عندك شكوك كتير عايزة اقولك ان احنا في الحب بنسمع كلام قلبنا شوية كلام قلبنا شوية وعقلنا شوية مش قلبنا بس ولا عقلنا بس ده بالنسبة للي بكلمه هنا اللي بيتعامل في العلاقة بالشكل ده بدماغه شوية المنفصلين مع ابراج هواقية شايفة فيه هيكون رجوع ان شاء الله بس فيه رجوع بشروط وفي الغالب الشروط ديت هتكون من ناحيتك انت يا برج الميزان انت فيه حاجات شفتها في العلاقة دي يعني انا شايفك اتعرضت لخزلان انت عملت مجهود كبير جدا في العلاقة دي اتقابل اتقابل يعني شايفة اتقابل بممكن نقول مش غدر بس قل التقدير فانت قررت لو فيه رجوع هتكون يعني هتحطله شروط او هتكون هتكون عايزه بالشكل اللي رايحك انت اه اقراءة موفقة يا برج الميزان اه ما تنسوش السابسكرايب واللايك والشير لو عجبكو الفيديو وما تنسوش تفعيل الجرس عشان يوصلكو كل جديد وهستنى تعليقاتكو عن الفيديو ان شاء الله اه شكرا للمتابعة برج الميزان